اعلنت وزارة صحة ان مجموعة من اخذ التطعيم حتى مساء يوم امس الاثنين قد بلغ مائتين وثمانية وسبعين الفا ومائتين واثنين وعشرين شخصا وتبين من الاحصاء الرسمي للفريق الوطني ان عدد حالات التطعيم لذات اليوم بلغ ثلاثة الاف ومائتين واثنتين وستين حالة تطعيم وكان الفريق الوطني قد اكد ان الخطة الوطنية للتطعيم مستمرة مجددا في ذات السياق الدعوة للاقبال على التسجيل للتطعيم ودعت وزارة صحة الجميع الى المساهمة في الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 من اجل الحفاظ على سلامة الافراد وعائلاتهم وكفة المواطنين والمقيمين